بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضركم معنا في حلقة جديدة من الابطال زي ما تعودنا كل يوم حد واربع منكون مع بعض من تمانية لتسعة ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على السحر راضية في العلعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا الحياة ده بيكون في النص الاول من حلقتنا النص التاني بيكون معانا قصة بطل بطلنا النهار ده احد ابطال الكرة الطائرة رجال واللي حصل على وسام الجمهورية من الطبقة التانية واحد يعني رموز الكرة الطائرة رجال وزي ما قلت لكم دائما يا ابدا الكرة الطائرة سواء رجال او سيدات في النادي الاهلي هي يعني بتحلق في مكان تاني خالص نجاحات كبيرة لعيبة اسامة كبيرة جدا على المستوى المحلي والافريقي والدولة معانا النهار ده كابتن حسام شعراوي احد نجوم الكرة الطائرة وايضا هو مدير فني فريق الشباب تحت 19 سنة هيكون معانا في النص التاني من حلقتنا هنتكلم معانا زكرياته هنتكلم معانا بطولاته لحققها يمكن حقق مع الفريق تلات بطولات الفترة اللي فاتت اخيرهم بطولة الجمهورية كمدرد طبعا انما هو اعتزل اللعب سنة 2016 انتظرونا في النص التاني هيكون كابتن حسام شعراوي معانا هنتكلم معانا امور كتير جدا نخص الكرة الطائرة بس في البداية ازا ما عودناكم بيكون معانا خبر في الانترو بيكون مهم بنحط عليه هايلايتس بنحط عليه سبوت جامد لان الخبر ده بيكون يعني الحقيقة حاجة بتبقى فخر لكينا كلنا كمصريين ممدوح السباعي احد ابطال مصر والذي صنع في مصر يعني مكتوب عليه كده صنع في مصر او بيسموه بيج رامي بيج رامي حصل على المركز الاول في كمال الاجسام في بطولة ميستر اولمبيا حقيقة خلينا اقولكم ان ميستر اولمبيا دي اكبر بطولة عالمية في كمال الاجسام تعادل بل يمكن اشرص من كأس العالم في كرة القدم اول مصري في التاريخ يفوز بهذه البطولة رامي او بيج رامي صناعة مصرية كاملة واللي عايز اقوله لكم انه مما وليد كفر الشيخ مركز بلطين ولد سنة 1985 يعني عنده 35 سنة المفاجأ انه اصيب بكورونا من شهر وكان مهدد انه ما يشتركش في البطولة اصلا ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجرما احسن عملا هذا الرجل اجتهد جات له دعوة خاصة عشان يشارك في مستر اولمبيا راح سافر هناك اخد المركز الاول في العرض بتاعه او على العالم كله او مستر اولمبيا في فجر النهاردة الف مليون مبروك احنا كأسة البرنامج ويمكن قناة الاهل كلها بتقولك الف مليون مبروك شرفنا يمكن النهاردة معالي الوزير الدكتور اشف صبحي نزع صفحته اشادة بالحقاء ورامي اللي بيلعب رياضة عارف قيمة هذا الانجاز مستر اولمبيا بطولة من اكبر بطولات بيشارك فيها ابطال كمان الاجسام من كل حتة في العالم من امريكا من روسيا من اوروبا من افريقيا عشان بطل مصري يحقق هذا الانجاز كان معجزة كبيرة والغريب مش الغريب ابدا هو صناعة مصرية اكل من اكلنا وشرب من شربنا واتمرن في ارضنا واحد منا قدر بشكل عظيم جدا انه يحصل على بطولة مستر اولمبيا وعايز اقول لكم كمان انه كان اول مصري سنة الف اول مصري وعربي سنة 2015 يحصل على بطولة ارنولد كلاسيك اللي كان اللي هو المتسمي على اسم ارنولد شواريزينجر الممثل العالمي وبطل كمان الاجسام اهلا مع حضراتكم من جديد يمكن قبل الفاصل كنت اتكلمت مع حضراتكم عن خبر فوز فريق كرة السلة سيدات على نادي سموح اكبر وصغرين وقلنا ان الناشئات كان فيه شوية قلق ان يعني يخسروا نتيجة خلصت 88-85 الحقيقة كان لازم يكون معناك كابتن علي هاشم المدير الفني الفريل الاول لكرة السلة سيدات عبر الهاتف الهن بيك يا كابتن الف مبروك يعني بتهايلي النهاردة مكسب الكبار والزوهين رياحك يا كابتن ان شاء الله هناك في اسكندرية اه الحمد لله ربنا ترمعني عمالنا متشانكوا الحمد لله الكبير والصغير وبحب اشكر الترى الصغيرة كمان رجع من بعيد يعني كانوا خطرين عشر اتنشر بنت وده في الصغيرين بتبقى مشكلة طبعا ده ستعصب عليهم بس الحمد لله ربنا ترمع طب يا كابتن نمكن هركش شوية عن النشاءات لانه الحقيقة حدا كنت خايف قبل المطش وانا كنت عارف ده يعني انهم ما ممكن يخسروا لفريق سموحة في النشاءات معروف انه قوي الاسكور خلص فوق الثمانين يعني في النشاءات ما بنشوفش الارقام دي 88-85 الارقام دي عالية شوية المطش كان شكله ايه يعني هل كان يعني اللعيبة موفقة كان المطش سريع يعني وصفلنا مطش الناشئات اكتر كابتن بس كابتن عيسة يعني الفريتين اقوى فريتين في مصر طبعا طبيعي يعني في الجماعة دي بتبقى في الـ 18 سنة بيبقى الديفنس فيه شوية مشاكل شوية بنحاول نعالجها واحدة واحدة بس الحمد لله يعني الحمد لله لقد قدوا مطش كبير جدا بحب اشكرهم طبعا يعني شالوا من علينا الود يعني وراء وقلم كان فريتين سموحة مصرود في الاجيال دي بقى احنا صحيح بس الحمد لله يعني عملوا جيم كبير وبقى حييهم يعني الحمد لله طب كابتن بالنسبة للفريق الاول بقى يعني 148 سكور كبير وانا عارف الحقيقة ان سموحة ايضا مع هاش محترف اجنابي يعني الحقيقة طيب حداك النهاردة يعني هل شاركت الـ 18 لعيب اللي في السكور بالرغم الاصابات اللي عندك ولا اكتفيت بمشاركة عدد قليل من القايمة لا لا احنا الاي 12 بموجودين فريت النادي الاهلي بقى قتل المسهودية الـ 18 طبعا ديب والحمد لله في سبط لسنا ان شاء الله يعني رضا محمد ترجع لنا رضا نبيل ترجع لنا النهاردة فريدة واقل داخل شوية فالحمد لله انا بحاول نجاهز الناس كلها باذن ده على المشارة موحة الجاية حد ما نوصل ان شاء الله الـ 5 إن شاء الله كابتن انت مسافر امتى اسكندريا ان شاء الله يوم التلات بإذن الله هتتمرن هناك ولا هتكتفي بالتمرين عصالة الشهداء الموحة لا نتمرن عندي الاول وبعد كده هنتفر ان شاء الله بإذن الله نخلص دربعا بإذن الله على خير بنكتب عنه بس إن شاء الله بإذن الله نكتب الدكبير الصغير وبعد كده على اسماع الله يوم التلات بإذن الله يعني إن شاء الله النهائي هيبقى فيها قناة السويس برضو صحيح ولا أنا غلطان إن شاء الله لا بالزبط كده بالزبط كده كابتن طب يا كابتن الطرف الثاني قبل النهائي برضو عرفت سادة المشاهدين إيه اللي تم فيه أنا بش عارف لسه نحن نسم خلاص نسه بش عارف النتائج بس أعتقد سبورتنج أعتقد سبورتنج كسب كبير أعتقد خسر صغير أنا نسه ما عاش بدا بقى أوي سمعت كده بس يعني بتهيقلي برضو يعني هيتأجل الإعلان عن الطرف الثاني إن شاء الله إذا ربنا يكرمنا يعني ربنا يكرمنا ونكسب كبار وصغيرين الطرف الثاني في النهائي يمكن هيحصم بشكل كبير في المبارات العودة أي إن كان كابتن عيسى من طرف الشمس أو سبورتنج إن شاء الله فردنا الأهلي عايزة خطولها هتأخذ اللي جاي على طول إن شاء الله كابتن بإذن الله بإذن الله يعني بإذن الله ربنا بس يرجع لصباتنا همينا بس الـ 14 لعيب مع الثلاثة كمان بتوى الثمانتاشر سنة يبقى جهزي بإذن الله إن شاء الله كابتن علي هاشم مدير فني فريق السيدات لكرة السلة بشكرك شكرا جزيرا وكل التوفيق النهاردة بعد الفوز على سموحة في قبل النهائي بدورة مرتبط خطوة مهمة ربنا وفاكوا إن شاء الله في مبارات العودة عشان نحط قدم إحنا حطينا قدم دلوقتي في النهائي إن شاء الله نحط قدم التاني في النهائي بإذن الله ونحصل على تاني بطولة لهذا الفريق كنا نغطينا لحضراتكم بطولة القاهرة وزعناها هنا على شاشة قاتل نادي الأهلي حصري وكانت مباشرة وفوزنا على نادي الجزيرة إن شاء الله كندي تاني بطولة تخش مع فريق السيدات هذا الموسم بكرة السلة نرجع لأخبارنا يمكن عندنا خبر يخص السكواش بتعرف لعب النادي لعب النادي الأهلي مصطفى عسل والمصنف رقم 14 العالم كان بيلعب بطولة بلاك بول الحقيقة لما يتوفق في قبل النهائي خسر من علي فرج من أحد المصنفين الأربعة ده مصطفى عسل طبعا لعبنا لعب النادي الأهلي واللي عنده 21 عام ما تمهمش لسه فاس بالمركز التالت الحقيقة بعد طبعا ما طلع في دور قبل النهائي قدام على الفرج اللي فاس بالبطولة فارس دسوئي المصنف رقم 13 عالمين خقيقة الفاينال أو اليوم النهائي حضروا الدكتور أشرف صبحي وده الحقيقة بيدل على اهتمام الدكتور أشرف صبحي بهذه اللعبة وكمان عايز أقول لكم المشروع القومي للموهوبين للسكواش واللي طبعا على رأسه كابتل أمير وجيه الحقيقة بيبلي بلاء حسن يعني يمكن لعبة السكواش كتلعبة ولادي الزوات ولكن بع هذا المشروع ستكون هذه اللعبة في متناول يد جميع المصريين والحقيقة اللي بتتبنىه وزارة الشباب والرياضة الحقيقة تلعبت مطشط الرجال الأول مطشط السيدات تتلعب بعد كده الحقيقة كاميرا الأبطال انتقلت إلى أرض الملعب أو البطولة عملت لقاء مع مصطفى عسل أشوف ورجع لحضراتكم تاني طبعا في الأول المبسوط قوي 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 انتوا هنا النهاردة بجد دعم تبير من نادي الأهلي وكانات نادي الأهلي نادي تكون معايا النهاردة بحاجة عظيمة جدا ويعني هو هي دي الروح صراحة أنا أقول لك المطش هو روح روح الجمهور اللي فوق ده وبرضو يعني كل اللي سكواش بتاع نادي الأهلي كان موجود فإن أنا أقدر أكسبه هنا كمان كانت حاجة عظيمة لي تاني وكنت كسبه في الأهرام والله هاي دي الجمهور هي الروح دي هي اللي بيتخليني أطلع وأوصل وأكسب الحمد لله اللي والله الحمد لله طبعا يعني إحساس يعني في الأول لما كنت قسران قلت لأ أنا أرجع تاني يعني الجمهور زعقلي شوية فوقت شوية قمت لأ الحمد لله وصلت لأ أنا عايزه في الآخر مطش كان طويل جدا عملت تقريبا أكثر يعني ريالي واحد قعد خمس دقيقة ما حصلش عندنا في السكوش بس الحمد لله والله فعلا مبسوط أبو الجمهور النهاردة هو الشيء الأساسي ومبسوط أن أنا شفتكم النهاردة ومبسوط الكناط الأهلي معايا النهاردة أنا عايز أقول لكم يعني كلام مصطفى عسل نفسه إن إحنا لما كانت طبعا كاميرا الأبطال هناك وبتسنده وبتغطي طبعا مشاركته هو سعيد جدا أنا بس عايز أخليكم تاخدوا بالكم من حاجة هو لابس تشيرت النادي الأهلي ولابس تشيرت النادي الأهلي يعليه لجو النادي الأهلي في بطولة هو بيمثلها بشخصه فده دليل كبير جدا على الانتماء ومصطفى كان ضفنا هنا في حلقة من الحلقات كان هو ووالده والحقيقة يعني شفنا ناشئته وشفنا إزاي هو غير السكوش بشكل يعني دراماتيكي هو ما كانش مخطط له نلعب سكوش خلاص كان هلعب كور القدم عشان عمه كان مداري بكور القدم ولعب السكوش وتحول يعني خط سيره تماما ومستقبله تماما لغاية ما بقى بطل كبير زي ما حضركم شايفين مصطفى عسل في المركز الاربعتاشر أتصور أنه بعد البطولة دي لا هيخش في أول تمانية لأنه كل ما بيكسب كل ما بياخد نقاط وخلي بالكم أنه طبعا عشان يحقق إنجاز زي ده أو اللعب المصريات حق إنجاز زي ده في البطولات دي بيبقى في منتهى الصعوبة عشان كورونا مفيش مشات ودية مفيش تدريبات جماعية بشكل كبير فالدنيا مقفولة مش قادرين يتمرون تمرينهم الطبيعة ومع ذلك أبطلنا في كل مكان والحقيقة لسه عندي أخبار هتخليكم تفخروا أكتر بالرياضة المصرية وهتشوفوا قدية طبعا معالي الوزير الدكتور أشف صبحي راجل يعني بيدعم الرياضة بشكل كبير ومتواجد وحاسس بكل نبض الرياضيين وهوريكوا إنجازات حصلت بقى احنا قلنا بيجرامي في الأول خاد ميستر أولمبيا وقلنا أن الدكتور أشف صبحي هنعلى صفحته فيه إنجاز كمان جاي الحقيقة مصر كلها تفخر به ولكن مصطفى عسل ابن النادي اللي أحيب نفخر بيك مصطفى وإن شاء الله متابعينك ونتمنى كل توفيق لك ونستنى آخر أبديت للاتحاد الدولي عشان نعرف الرانك بتاعك ونفضل وراغ لغات إن شاء الله ما تبقى رقم واحد على العالم كلها مصطفى طيب هنروح للجنباز النادي الأهلي للجنباز للسيدات حصل على كأس مصر بكم مدالية 24 لعبة اشتركت حصلنا على 17 حصلنا على التكاسكة كل يمكن عدد المداليات مش قدامي ولكن حصلنا على كأس مصر للجنباز حقيقة كان مشاركة 24 لعبة طبعا في البطولة الموسم 2021 وقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة ناصر يوم الخميس 17 ديسمبر واحتفل الجهاز الفن بكلادية الدكتور محمد فؤاد وبالمناسبة الدكتور محمد فؤاد كان معنا في حلقة من الحلقات وشوفنا قدي الجنباز بيبقى فيه تحليلات فنية على مستوى عالي جدا والمدرب طبعا العام ما هنجيب بالفوز على طريقة نجم الأهلي طبعا احتفلوا بطريقة كابتن مؤمن زكريا كل التوفيق لهم الجنباز عنده أنشطة كبيرة والنادي الأهلي من أحد الأندية القليلة اللي بيحتضن هذه الرياضة وبيقدم طبعا أبطال العالم أو أبطال سوريا أبطال مصر وأبطال أفريقيا للبطولات العالمية ده يمكن كان الاحتفال بتاعهم وهو بطبعا احتفال مؤمن زكريا ربنا يشفيه ربه يتم شفاقه على خير هنروح لتنس الطاولة يمكن فوزنا على إينا 3-0 كان فوز مهم جدا في البداية يمكن محمد البيالي كان ضد محمد حسين لعب إينا وفاز عليه وكاتل مواجهة التانية بين عمر بدير فاز ضد أحمد فؤاد وخالد عصر إدريكس بالمواجهة التالتة على حساب محمد سعد التنس الطاولة زي ما قلتها حضراتكم حاصروا على كل البطولات السنة اللي فاتت ماشيين بخطة كويسة إن شاء الله السنة دي يقدروا بقيادة السيد لاشين طبعا نجم مصر ونجم النادي الأهل إن هم يحافظوا على الدوري والكاس وزا ما احنا عهدنا عليهم إن شاء الله ولو الدنيا فتحت معنا وكان فيه أفريقيا إن شاء الله يفوزوا ببطولة أفريقيا بإذن الله الإنجاز الكبير بقى محليا في الأخبار المحليا هو حصول فريق الجودو على بطولة أفريقيا واللي مؤهلة لأولمبيات توكيو بكم مدليا بتسع مدليات متنوعة خمسة دهب في ضيتين برونزيتين أنا عايز أقول لكم إن الدكتور أشف صبحي كان سعيد جدا جدا ونزل صورة الأبطال التسع على صفحته وقال طبعا وحتى المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد قال إن ده إنجاز تاريخي وإن ده هيبقى بداية كويسة جدا لنا في بطولة أولمبيات توكيو اللي جالي إن عدد كبير من اللاعبين دول تأهل بشكل كبير لأولمبيات توكيو السنة الجاية إن شاء الله اللي هي الأولمبيات عشرين عشرين واللي هتقام في عشرين واحد وعشرين بنفس الاسم يعني هتقام سنة عشرين واحد وعشرين ولكن هي باسمها توكيو عشرين عشرين ليه لأن البطولة اللي جاءت تلاقي بعشرين أربعة وعشرين فعشان كده حفظوا اللاجلة أولمبيات الدولية حفظت على نفس الاسم عشان يبقى الدنيا ماشية طبيعية لأن اللي تعرفين الأولمبيات بتقام كل أربع سنين الحقيقة وزارة الشباب والرياضة حتى الهدف الأكبر يمكن مصر وكان معنا المهندس شيفي عريان أمين عام اللجنة اللومبية المصرية قال إن إحنا أكبر عدد حصلنا عليه في أحد البطولات كان خمس مديليات اللومبية الحقيقة عايزين نكسر الرقم ده والدكتور أشف صبح من ساعة ما تولى المسؤولية وحط قدامه واللجنة اللومبية المصرية طبعا بقيادة المهندس الشام حطب حطين قدامهم هذا الهدف يعني الترجل ده عشان يكسروه إحنا عايزين نكسر الخمس مديليات في البطولة الوحدة طب هتفيدنا فيه هتفيدنا بترتيب العام للجدول إحنا بدل ما نطلع مثلا يعني ترتبنا سي مثلا العشرين لا لما نكسر الخمسة والستة والسبعة هنروح طب عندنا ناس عندنا آه فيه لعبتين مهمين جدا عندنا أولا رفع الأسقال فيه أمل كبير جدا أنه رجع على شارك رفع الأسقال فيه أمل كبير جدا والقضية ماشية فيه يعني الكاس ماشية بشكل كويس أو المحكمة الرياضية الدولية فيه أمل كبير جدا أنه يرجع يشارك تاني في الأولمبيات بعد ما تم تجميد الاتحاد زي ما أنتم عارفين بسبب قضية المنشطات وبعد ما طبعا تم إقالة رئيس الاتحاد الدولي بسبب شبهات فساد أو أمور زي كده بقى فرصتنا تاني نرجع للأولمبيات عندنا الجودو المصارعة رفع الأسقال عندنا النهاردة حاجة مهمة جدا الرماية الرماية عندنا 12 رامي تأهلوا للأولمبيات عندنا فرص كبيرة جدا بس إحنا ما بنتكلمش مش عايزين نقول مش عايزين نسبق الحداث ماشيين بخطة كويسة جدا في اللمبيات هنعمل حلقة وهنفرد حلقة كبيرة جدا عن حظوظنا وهنجيب لكم لاعب لاعب أو لعبة لعبة والمرشحين فيها إيه هنعمل حلقة وهنفردها بشكل كبير لأن خلينا أقول لكم أن أسمى أو أعظم جائزة بينالها أي رياضي على وجه الكرة الرضي هي المديلة اللمبية وبنشوف كتير جدا لعيبة حتى مثلا في كرة السلة لعيبة الأمريكان بيعتزروا عن كأس العالم من كرة السلة ولكن بيروحوا يشاركوا في الأولمبيات عشان بيبقى بالنسباله علق في بيته في تاريخه مديلية اللمبية بتبقى بالنسباله أعظم بالرغم أن يعني كأس عالم الناس شايفة أن كأس عالم لا خالص الرياضيين العالمين الأسامي الكبيرة خاصة في السباحة والجهود وكل الألعاب الكبيرة حتى يمكن كرة قدم لا كورة القادمة من كأس العالم هو الأكبر ولكن مداليا أولومبية هي الأساس بالنسبة لأي رياضي فعشان كده وزارة الشباب ورياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي بيولي اهتمام بيولي اهتمام كبير جدا بإعداد البطل الأولومبي وشفنا كمان مشاريع قومية كبيرة جدا بتؤسسها الدولة المصرية عشان يقدر يتم إعداد طبعا الأبطال الأولومبيين وشفنا خبر كل ده مش هيحصل طبعا لأبدعم القيادة السياسية على رسوم طبعا الساد الرئيس عفتاح سيسي بإنشاء صندوق احنا قلنا صندوق اللي تم إنشاؤه عشان يبقى العائد بتاع هذا الصندوق للصرف على الأبطال الأولومبيين يعني حقيقة الدولة مشة في كل اتجاه ونحط كمان زي ده القرية الأولومبية اللي تم إنشاؤها أو بيتم إنشاؤها الآن في العصامة الإدارية قرية أولومبية على أعلى مستوى هتمكن مصر من استضافة البطولات العالمية ويمكن في يوم الأيام للا نحلم يتم استضافة الدورة الأولومبية في مصر خاصة بعد إن البنية التحتية المصرية الرياضية بتشوف تطور كبير جدا ألف مبروك للجودو نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله عشان يمثلونا بشكل كبير جدا في أولومبياد توكيو بالشكل اللي يقدر به نحصد أكبر عدد من المدليات وزي ما قلت لحضراتكم أيضا أؤكدت وزير الشباب الرياضة بيدعم الألعاب دي وبيدعم الألعاب بشكل كبير وبرعاية كبيرة جدا عشان نوصل طبعا لأكبر عدد في المدليات طيب هنروح لكرة اليد كرة اليد المنتخب سافر زي ما حضراتكم عارفين البحرين لعب مطشين والديتين مع البحرين هتقول للبحرين ليه البحرين مشاركة في كأس العالم وطب هتقول للبحرين ليه حضرتك أنا لو لاقي مكان تاني هروح كل العالم مقفول بسبب كورونا محناش قادرين يستضيف حد أو حد يروح لنا يعني الفرق هتيجي كأس العام كأس أو بطولة العالم يعني بتضلين لو ما كنوش حاسين إن مصر بلد الأمن والأمان ومصر تقدر بشكل كبير تستضيفها وبنأكد دكتور حسن مصطفى لي دور كبير في هذا الموضوع رئيس الاتحاد الدولي واللي بينظم الدنيا ومنصق الأمور بشكل كبير جدا مع الدولة المصرية رجعوا من منتخب اليد رجع من البحرين طبعا من منتخب اليد بقيادة المدرب الأسباني روبرتو جارسيا يعني رجعوا يوم الجمع يكسبوا البحرين في المبارتين المبارتين أولا 34-22 والمبارتين تانية 31-25 كانت مبارتين كويسين لا با 14 لعيب طبليا حصل إصابات كتيرة جدا قبل ما المنتخب يسافر للبحرين اضطر يسافر با 14 لعيب وخاض المطشين با 14 لعيب صعوبات قوية جدا بتقابل المنتخب المصري كورة اليد في إعداده إحنا بنقول له ليه لأن طبعا الظروف على العالم كله ولكن رجالتنا وجهازنا الفني وجمهور مصر وعندنا ثقة فيهم إن شاء الله إن يقدروا يمثلوا مصر بالشكل الكبير دي أخبارنا حقيقة انتهت هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضفنة طبعا نجمع الكرة الطائرة الكابتن حسام شعراوي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد في البداية برحب بضيفي الكابتن حسام شعراوي أحد نجوم الكرة الطائرة الرجال كلاعب وأحد نجومها كمدربين وأيضا هو ماسك فريق الشباب وحصد معالي أو حصد تلت بطولات في أقل من سنة أهلا بك يا كابتن حسام شعراوي أهلا بحضرتك منورنا أحداك اسم كبير في الكرة الطائرة وطبعا شرف إن أحداك منورنا في كرة الطائرة أهلا بحضرتك شرف لي أنا والله إن أنا شرفت النادي الأهلي وشرفت قناة الأهلي الكبيرة العظيمة طب كابتن إحنا عملنا تقرير كده عن حضرتك مشوارك كلاعب وأيضا مشوارك كمدير فني نشوفه ونرجع لبعض أعزائي المشاهدين جهزنا تقرير يخليكوا تعرفوا أيضا من كابتن حسام شعراوي حسام شعراوي التلميذ النجيب في محراب الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء بعدما كان أحد أفراد الجيل الذهبي لرجال الماسترز قبل أن يستكمل مسيرته في التدريب داخل النادي الأهلي استهل حسام شعراوي مسيرته في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء متدرجا في مختلف فرق القطاع ومحققا 12 لقبا مع فرق الناشئين لينضم إلى صفوف الفريق الأول بجوار محمد مصلحي وحمد الصافي وعبد الله عبد السلام مساهما في حصد العديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية بلغت 14 لقبا ولم يكتفي شعراوي بما حققه من ألقاب رفقة كتيبة الماسترز فقد دفع عن ألوان عالم مصر في المحافل الدولية مساهما في التتويج ببطولة إفريقيا في 6 مناسبات بالإضافة لبطولة الألعاب الإفريقية والبطولة العربية وتمثيل الفراعنة في كأس العالم في أربع مناسبات إنجازات شعراوي كانت كفيلة بمنحه وسامة الجمهورية من الدرجة الثانية والذي تسلمه من الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد التتويج بالبطولة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية ليأتي العام 2016 والذي شهد القرار الأصعب في مسيرة شعراوي الحافلة بالإنجازات بعد أن قرر الاعتزال بعد أن تعرض لإصابة حرمته من استكمال مسيرته مع كتيبة نصور الأهل والمنتخب الوطني عقب الاعتزال قرر حسام شعراوي لاتجاه إلى عالم التدريب فشغل منصب المدرب المساعد لفريق طلائع الجيش قبل الانتقال للتدريب في نادي الزهور ومن ثم العودة مجددا إلى بيته في الموسم الماضي مدربا لفريق شباب طائرة الأهلي تحت 19 سنة نجح حسام شعراوي في قيادة شباب طائرة الأهلي منذ توليه المهمة مطلع موسم 2018-2019 إلى التتويج بثلاثة ألقاب آخرها بطولة الجمهورية التي حققها الفريق قبل بضعة أيام وجاء مشوار شباب الماسترز في بطولة القاهرة الأخيرة بالعلامة الكاملة ولم يفرد سوى في شوطين فقط في كافة مواجهات الفريق وتفوق شباب الأهلي على حساب فرق هليوليدو، الزهور، بيتروجات، الشرطة، طلائع الجيش، مصر البترول وهليوبلس ولا تقتصر مهمة شعراوي على قيادة شباب طائرة الأهلي على حصد الألقاب والبطولات فهناك المهمة الأبرز في إمداد الفريق الأول بالنادي بأبرز العناصر للدفاع عن شعار القلعة الحمراء في مختلف المناسبات وكذلك تمثيل المنتخب الوطني وهي المهمة الأسمى والهدف الأبرز الذي يتطلع له كافة الرياضيين أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حسام جيلك يعني شايفك دمعت شوية كده طبعا والله يعني صور وذكرات جميلة جدا فكرتنا باللعب مع الأبطال كابتن حمد الصافي وكابتن ميدو طبعا وعبد الله ورحمد صلاح جيل بتاعي صحابي من أيام الطفولة من أيام فرق الترتاشر سنة والحداشر سنة وغلت الحمد لله ربنا كرمني وبطلت اللعب الحمد لله كابتن حسام انت شخصية جميلة جدا وبطل من الأبطال الكبار اللي احنا بتعتز بيهم من انت ابن النادي الأهلي يمكن انا هبتدي حواري معاك يا كابتن هنقسمه نشقيت الشق الأول رحلتك كلاعب طبعا يعني مش دايما بتلاقي المدرب بيبقى لعب ناجح مش دايما بيكون كده ولكن انت جامعت الاتنين بدايتك كلاعب كانت ازاي؟ ابتديت ازاي؟ فين؟ يعني احكينا عن بدايتك هو انا ابتديت سنة سبعة وتسعين في النادي الأهلي نشيل النادي الأهلي مع الله يرحمه كابتن احمد رجب الله بحب الحمد لله هو كان توسم فيه ان انا هكوني لعب كويس كانت طولي مناسب جدا للفرقة دخلني مع الفرقة اتعلمت الفولي تقريبا في حوالي شهر او اعلي من شهر شوية اخترك ازاي كابتن الحمد لله؟ طب قولي يا كابتن يعني يمكن بيبقى اي لاعب في تاريخه في مدرب في مطش في حاجة فريقة في حياته اي واحدة تسألوا لك والله اليوم ده المطش ده الساعة دي المدرب ده كان فرق معي ايه اللي في حياتك غير لك اتجاهك او خلكت يعني تاخد القفزة الكبيرة دي في حياتك كلعب؟ يعني ممكن نقدر نقول ان الجيل بتاعي كله بيحترمه بيبجل كابتن جابر عبدالعطة الرحمة الله عليه هو اللي كان زرع فينا روح الانتصار والبطولة وازاي حاولنا من اطفال لرجالة نقدر ندفع عن منتخب مصر وعن تشيرت بلدنا في بطولة العالم وبعد كده كابتن شريف الشمرلي انت لعبت بطولة العالم كبير لعبت بطولة العالم في مصر هنا واخدت فيها رابع عالم على مستوى تاريخي يعني لعبت حوالي ست بطولات عالم تقريبا منهم نشئين واحد شباب وبعد كده اربعة مع الفريق الاول افضل انتاج افضل يعني نتيجة كانت رابع عالم نشئين اه كانت في مصر كانت سنة 2001 دي كانت نشئين اه تمام ان على المستوى الكبير افضل مركز حققته على المستوى الكبير احنا اخدنا خامس عالم في الجراند سيكس في اليابان سنة 2005 كان برضو اول مرة منتخب مصر ترعب وصر وظماء والحمد لله ربنا اكرمنا وبقنا اخدنا خامس ساعتا طب وكان مي مدير فني ساعتا كان المدير فني كابتن احمد زكريا والحمد لله هو دلوقتي هو رئيس القطاع عندنا في الاهلي فيعني انا كنت معاه لاعب ودلوقتي انا معاه مدرب يعني الحمد لله بتعلم منه وتعلمت منه هنا وبتعلم منه هنا وانت تقلقت في البطولة دي اه الحمد لله جدا يمكن هو شايرها لك بقى من ساعتها كابتن ولا يه اه طبعا قال لك انت ما شاء الله يعني لعب كويس وبتاع فاكيد هو توسم فيك ايضا ان انت مدير فني كويس انا البطولة ديت كنت فيها رقم 11 على العالم في احسن حاية صد وسنة 2007 كنت الرابع على العالم في احسن حاية صد على المصارع ما شاء الله يعني عايز اقول لك ان برضو يعني يعني الارقام دي برضو الارقام اللي مع المنتخب حاجة والارقام الشخصية برضو بالواحد بتتحفر في ذاكرة اللعيب ما بيقدرش ينسى طبعا 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 طب قولي يعني يعني كابتن جابر عبعاطي هو يمكن اكتر مدرب اثر فيك ده على مستوى طبعا المنتخبات اكيد يعني ان هو كان هو مدير فني نادي الزمالك وكان يعني الله يرحمه طبعا ويحسن اليه وتوفى قريب وكان عضو في اللجنة المؤقتة الله يرحمه طيب من ثاني من المدربين داخل جوة نادي الاهلي اللي اثر معاك جدا هو كل الصراحة كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم اثروا فيا بشكل او باخر بداية من كابتن احمد رجب مرورا بكابتن فاد عبدالسلام كابتن ابراين فخر الدين طبعا كابتن نور عطية كابتن احمد زكريا برضو لما كان معايا في المنتخب وهو بسك في النادي الاهلي فترة وطبعا كل مدربين كابتن جابر عبدالسلام وكابتن ممضوح كل الناس دي قصرت فيا وودتني يعني اكتر من حجمي ودعموني لغاية لما الحمد لله بيت حسام شعروني بس عايز اقول لك الحاجة كابتن حسام يعني انت تفسرت لي دلوقتي ليه انت ماشي تدريب كويس انت اتمرنت مع عظماء اللعباتهم الحمد لله الحمد لله فكل مدير فني من دول داك حاجة كل واحد ليه بصمة فبتأثر في اللعيب انت اللعيب على قد ما هو بيلعب بيبقى فيه انطباع من المدرب اللي هو كان بيتمرم معاه كابتن جابر مثلا كان بيعمل ايه كابتن شيف كان بيعمل ايه كابتن ابراين فخر الدين كان بيعمل ايه فكل واحد دي بياخد الخبارات هو كل اكتسبة من كل المدربين فبيقدر يطبقها بيشوف انه المنسب لفرقيته في المرحلة دية انه يصلح ان هو يشتغل به مع اللعيب دوت لغتلها مع الحمد لله ربنا كريم من اقرب واحد كان ليك في اللعيب يا بجيلك اقرب واحد اقادر اقول احمد صراح وعبدالله الغد بقت الحمد لله الغد بقت اقرب قد نليك اه جدا انتو نفس الجيل صح احنا نفس الجيل احمد صراح حدي في السن بالزبط وعبدالله اكبر مني بسلام انت يمكن الاصابة اللي منعيتكم ومشاء الله يعني الحمد لله ربنا يحرصهم يا رب هم دايما هم اللي شالين النادي الاهلي وهم اللي حاطين على اكتافهم عبء البطولات كلها هم اللي بيحافظوا على اسم النادي والشرط النادي الحمد لله ربنا يكرمهم ويزيدهم يا رب طب ليه جلكوا كده كابتن الجيل ده بالذات يعني جيلك وجيل طبعا عبدالله عبدالسلام وصلاح ليه الجيل ده بالذات مميز كده يمكن عشان احنا بدأنا مع بعض من زمان جدا ودخلنا منتخب نشئين مع بعض وطلقنا مع بعض منتخب الشباب ما كانش فيه بيحصل فصل خالص بين اللعيبة وبعضها فضلنا مع بعض مثلا من سبعة وتسعين او قبل سبعة وتسعين لغاية 2012 احنا مع بعض خمس ستة لعيبة في النادي الاهلي في كل الاعمار السنية في المنتخبات كلها حتى منتخب الاول كلنا مع بعض فاحنا ارتبطنا عائليا وعاطفيا ببعض وانا عارف اهليهم وهم يعرفوا اهليهم وبنوح نزور بعض في البيت ويعني احنا كان لنا اسرة واحدة بالضبط يمكن اقولك ساعات بيجي كده على كل فترة يجي جيل كل فترة في اي لعبة بتلاقي الجيل ده مميز شوي يمكن انت حققته نتاية كويسة حتى على المستوى العالمي يعني حتى عبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح على مستوى الالقاب الشخصية او الالقاب الفردية حققوا الالقاب كبيرة ما فكرتش في الاحتراف وانت لعب؟ لا هو يمكن يكون موضوع الاحتراف ده من فترة يعني اتفتح من فترة قريبة شوي والحمد لله يعني احمد وعبدالله ادروا يحققوا الموضوع ده لو جينا حسبنا عدد اللعيب اللي طلعت بره اللي احتراف في مصر مش هنلاقي مثلا يتعادوا للصابع الايد الوحد الحمد الصافي مثلا الحمد الصافي مثلا عبدالله احمد صلاح بيتاليش ان في اكتر من كده ممكن كابتان عصام معوض انما اكتر بكده مفيش حد كان بيطلع لان يعني الفرق صعب الفولي ان انت فيه لعيب محترف من مصر او من افريقيا يطلع العب بره بيبقى صعب شوي طب قل يمكن عشان الدوري وعشان الافريقيا نفسها المنافسة الافريقية مفيش زي اوروبا طب طب خلينا اقولك انت في مشوارك اللعيب مش هلكم مع المدربين بقى والكلام ده هنكلم عن مباراة اصارت فيك مباراة انت فاكرها زي النهاردة كانت لعبة مبارح ايه يعني انا شفتك هزيت راسك كده في حاجة انت فاكرها اه فيه فعلا كانت فيه مطشي وانا صغير منتخب النشقين كان مع منتخب فرنسا كنا بنلعب على الخش الرابع يعني الخش المربع الزهبي انا في قبل البطولة دي اسبوع كان عندي اصابة وكابتن شريف صمم ان انا خش في البطولة شريف الشبرلي اه انا خش في البطولة وبقى متسجل في البطولة وجيت قبل المطش ده بالزبط اقولت له كابتن انا عايز العب لأ ثانية واحدة انت كنت قبل البطولة مصاب واشتراكك صعب اه وكان فيه اهم الاحتمال بسيط تخف في نص البطولة اه فهو صمم ان انا يكون موجود في الاتناشر ساعتها كان الاتناشر العيد بس يكون موجود في الاتناشر في الاتناشر بس دي جره جمد ايه بسرح قلبه جمد اه فهو صمم فعلا لا ينت تخش تاخد مكان العيد خلي بالي اه نزلت المطش بعد الشرط الاولاني والحمد لله يعني بشهدت كل الناس كان عندك يصابت ايه بقى؟ كان عندك سبرين انكل نعم واجهت المطش ده ربط وتوكلت على الله حكيني بقى اللي حصل في المطش احنا كنا خسرانين خسرنا الشرط الاولاني والشرط التاني نزلت تقريبا في نصه اه تقريبا خلص ستة وتلاتين اربعة وتلاتين الشرط التاني يا خبرة بيض اه اه ده ايه ده كان مطش صعب جدا شرط جمالي شوية اذا ما بنقول كان مطش صعب جدا والمطش كان في الصلاة واحد تقريبا كانت مليانة على الاخر اه كنا بنلعب يعني سنة كما كنت نشأت افين واحد انا حضر لا انا شوفت حاجة بتلفزيون كده يعني انا فاكر سنة افين واحد يعني الصلاة كانت قليل جدا صلاة واحد كبيرة دي تتميلي لفولي خصصا في الات ناشئين كلنا لعبنا فيها وشفناها اه بالزبط يعني فضيعة الاحساس اللي لعب فيها صعب الحمدلله انزلت المطش وقلبت المطش الحمدلله وكسبنا تلاتة اتنين ودي كان مش هادت الناس ان حسام هو اللي قلب المطش المطش الحمدلله وكسبنا تلاتة اتنين اوه ودخلنا مربع الزهر انتوا عدتوا تلعبوا مثلا بتاعة ثلاث ساعات مسلا اه لا المطش كان طويل جدا كفاية الشوت التاني ده عادنا فيه نص ساعة يعني اكتر من نص ساعة لوحده يعني الشوت بياخد تقريبا تلتة ساعة من تلتة ساعة الخمشرة ديئة العشرين ديئة احنا عادنا فيه مثلا خمسة واربعين ديئة تقريبا التحدي ده اللي غير القانون بسببه اوه ممكن اوه اه طب قولي طب المطش ده يعني مسجله انت عندك؟ اه تقريب اه مسجله عندي موجود عندي اوه طب بقى مالا بتطلعه من الوقت اتفرج عليه؟ اه طبعا بس خليبانك الزكارات دي انا محبة يعني استحضرها مع اللاعبين لانه كلنا بنا مفخورين بدا اه بتطلع المطش ده تفرج عني؟ اه طبعا اه ده باستمرار باستمرار يعني ده من المطشات اللي انا بحب اتفرج عليها جدا كان معاك عبدالله وعبدالله وكان معايا محمد السيد برضو من ناشئين الاهلي موجود ولعب امني الزمالك كنا مجموعة كبيرة قوي كان مدير فن الشيف الشميرلي حدك قلتي طب وكانوا كويسين عبدالله وآه طبعا كانوا كويسين جدا نفس المستوى ده تقريبا احنا طول عمرهم مميزين ما شاء الله عليهم اه يعني ما شاء الله عليهم طب دي المباراة يعني حاسمة في حياتك كلاعب وانت فاكرها ده على المستوى الدولي طب وفيه صورة كمان يا كابتن يعني انت كنت جنب طبعا او كابتن حمد الصافي ده عظماء طبعا كابتن حمدي وكابتن احمد وكابتن عبدالله 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 سلام يعني انا عايز اقولك الصورة دي فيها التلاتة من عظماء يعني الحقيقة وانت ما شاء الله يعني لا تقل عنهم ابدا يا كابتن الصراحة يعني طيب يعني ده على المستوى الدولي خلاص طب المستوى المحلي انا عرف زمان كان مطشطة الاهلي الزمالك بتبقى ماتشاط الاهلي والزمالك يعني بيبقى لها طبع خاص اللعيب اللي ما بيلعبش ماتش اهلي الزمالك ده هو ما لعبش صح! ديربي اه بالضبط. انت مهم ما لعبت ماتشاط بس ما لعبتش اهلي والزمالك انت ما لعبتش عايق ولا حتى كورة ولا طائرة ولا بس كده لازم ماتش اليه الرائعيلي والزمالك ده له حسابات ثانية ليه تقوز ثانية وانت داخل النادي الاهلي انت الداخل لا تكسب تحضير تانى خلص فاكر ماتشي ليك كان مهم في القصة دي؟ ماتشي ليه كان مهم الفاكر مع كابت النور نور عطية شخصية محترمة جدا كنا بنلعب نهائي كلكاس وبعد كده بعد أسبوع نهائي الدوري وأنا اتصبت في الماتشي القابل نهائي كاسر في رجلية ربطت رجلية ونزلت لعبت الماتشي النهائي كاسر ولعبت؟ كان عندي شرخ في مشتر رجلي ربطت ونزلت لعبت كاسر ولعبت يا كابتو؟ يعني انا اعرف مثلا نسمين يعني كاسر وانت بلوكر وبتعمل حققت صد وتنزلت لعب انا عايز اقوم عليك يعني انا لعبت في الاستودي واتصور عليك والله واتصور معك لانه لعبي ايده يعني مشت كاسر في مشت الرجل وتلعب مباراة الفاينال وتبقى مؤسر في المحسر والحمد لله كسبنا ساعتها الماتش ده 3-1 وخلصت الماتش يعني لحت عامل جبيرة تاني وجبست رجلية بعد أسبوع كان ماتشت نهائي الكاس فكتت جبس وانزلت لعبت الماتش النهائي بعد الماتش فاحتراب بيت عامل جبس تاني وستفرت مع الفرقة معسكرتتي فضلت بطول المعسكر رجلية في الجبس طب يا جماعة لازم اطلع فاصل معلش بجده لازم اطلع فاصل دلوقتي عشان هتصور مع كابتو الحسام لان القصة دي الحقيقة يعني لاعب رجلو تكسر ويفك الجبيرة وينزل يلعب ويجبسها بعد الماتش لا استازينكم هطلع فاصل برجع لكم وبالما نستور مع كابتو الحسام اهلا بحضركم من جديد وبنستاني في حوارنا مع كابتو الحسام شعراوي احد نجوم كرة طائرة لاعب ومدر كابتو كنا منكبأ بفاصل على موضوع الاصابة واللاعب وكده هروح لقرار الاعتزال قرار الاعتزال كان قرار قاسي عليك خاصة ان انت اجبرت على الاعتزال كلمني على الفترة دي يعني هو انا زمان تقريبا سنة 2002 حصل لي اطعف الروباط الصليبي وغضروف وكان عندي بطولة افريقيا بعد اربع شهور من الاصابة فتعفيت على نفسي شوية ونزلت لعبت بعد ثلاث شهور ونص من الصليبي فدي اثرت معي بعد كده على مدار اللعب فبدأت رجبتي يبقى فيها خشونة وبعد كده كرحة وبعد كده كرحة بقت في الرجل التانية فالغاية لما وصلت المرحلة ان انا خلاص انا مش قدر العب اللي هو انا مهما هلعب مش هلعب قدر ما لعبته ولا انجازت ما انا حققت والالم كمان بقى جديد بالضبط يعني يعني الالم كان بيبقى فيه مجرد طروع السلم نفسه كان بيبقى فيه الم حتى انا عملت بعد كده عملت كرحة وعملت غضروف عشان اخافف الالم بس ان انا اقدر ابقى انسان عادي عايش انسان عادي مش حتى باللعب فهساعدت اخدت القرار لان انا لازم كاملا كابتر عفين ستاشر عفين وستاشر او او الحمد لله ربنا اكرمني كم سنة اعتزلت كابتر اعتزلت اه تلاتة وتلاتين كان لسه عندك ما شاء الله اه لسه بس اه كنا بنتكلم احنا بيقول ان ربنا عوضك اه الحمد لله طبعا اه الحمد لله ان انا في النادي الاهلي في بيتي دلوقتي بمسك فريطة الشباب يعني ده حلم ما كنتش احلامه والصراحة يعني كنتش هتخيل ان انا ممكن امسك فريطة الشباب يعني دايما ان اللي بيمسك فريطة الشباب في النادي الاهلي مدربين كبار كابتر ممضوح كابتر هني مصالحي كابتر جابر عبدالسلام مدربين عليهم اسامي وتقال جدا في عالم التدريب ان انا كابتر ميدو يصق فيي ويقول لي تعلم سك فريطة الشباب دي كانت حاجة بالنسبة لي فخو الخيال والحمد لله ربنا كرم انا عايز اقول لك كمان انه انت كمدرب ما شاء الله يعني اذا يقول ولدت عملاقا يعني ما شاء الله انا عايز بس اقول لي سادة المشاهدين الكاس اللي قدامنا ده ده كاس بطولة المنطقة الكابتر حسام لسه حصل عليه من ايام قليلة او اسابيع قليلة والسنة اللي فاتت خد بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية الفرقة بتلعب بطولتين بطولة المنطقة والجمهورية السنة اللي فاتت خد الاتنين والسنة دي في بداية هو خد أول بطولة بطولة المنطقة ومتوقع إن شاء الله بطولة الجمهورية يعني أنا بس بقى عارف سنوات المشاهدين إن شاء الله إن انت طب اتكلمني على التدريب احنا قلنا في التقرير الصوتي بتاعنا قلنا رحلتك مع التدريب بس عايزين نسمعها منك بالتفصيل بعد اعتزالك 2016 عملت إيه بالزبط بعد الاعتزال كلمني كابتن هاني مصلحي وقال لي تعالى معي ودي دجلة الصراحة رحت حوالي ثلاث شهور كلمني كابتن يسين أمين قال لي تعالى معي ففي الجهاز الأول في نادي الجيش ممتاز فدي كانت بالنسبة لي برضو حاجة كبيرة هروح نادي الجيش نادي لسه كسبان دوري وكنسة كسبان أفريقيا كان نساعتها عبد الله وإحمد صلاح موجودين فطبعا ده كان بالنسبة لي برضو حاجة كبيرة جدا فطبعا وفقت على طول وروحت اشتغلت هناك في نادي الجيش سنة خدنا فيها تاني دوري وتاني كاس وتاني أفريقيا الحمد لله بعد السنة ديت رحت سنة نادي الظهور اشتغلت مع فرقتين هناك ولغت لما جيت كلمني كابتن ميدو فرقتين في الناشئين في نادي الظهور اه في مراحل الناشئين فرقت 15 سنة وفرقت 13 سنة أكلمني كابتن ميدو قالت علي حسن معي في الخمستاشر فرقت 15 سنة فوفقتي طبعا أنا راجع النادي الأهلي طبعا بعدها بأسبوع قال لي انت هتبقى معي فرقت 19 وفقتي جدا يعني أنا مكنش مصدق طبعا بعدها بأيام قال لي قال انت تمسك الفرقة 19 وفرقة 21 فاللي هو أنا في حلم ان اللي بيحصل لي ده حاجة ما تخيلهاش ان انا روح النادي الأهلي فرقة 19 وامسك الفرقة 21 دي بالنسبالي حاجة كبيرة جدا والحمد لله ربنا كرمني بالفرقتين يمكن البطولة 21 ما كملتش بس احنا كنا مشين فيها اول من غيرت لما حصل الكورونا فرقة 19 خدت بها البطولتين اللي احنا كنا بدلعبهم الحمد لله بدون هزيمة ولا ماتش عدد الأشواط اللي اتخذت في البطولتين تقريبا أربعة شواط أو خمسة شواط اتخذوا منك اتخذوا مني بالضبط بالضبط فده كان برضو إنجاز كبير الحمد لله يعني حسنت ان انا عملت حاجة كويسة طب انا عايز اتوقف في حاجة تانية بقى البطولات دي موضوع واعداد اللاعبين وتجهيز اللاعبين للمنتخبات ده موضوعتين يمكن بطولة العالم اللي كانت في تونس السنة اللي فاتت 2019 كان عندنا 8 لعبين من عندك اللي خدوا الرابع عالم 8 لعبين من عندك راحوا المنتخب كلمني عن الظروف دي وازاي ساهمت بشكل حتى لو نقول بسيط يا أخي يعني مش هنقول ما شاء الله يعني دول كبير إن المنتخب ياخد مركز الرابع في تونس على مستوى العالم هو يمكن اللاعبة فعلا بتبقى حاسة إن هي عايزة تعمل حاجة لما بتلعب في بطولات عالم خصوصا إن مراحل النشئين ومراحل الشباب بتبقى المستوىات متقربة بيننا وبين فرق ربا أو فرق أمريكا اللاتينية فالعبية بتاعتنا من صغرها بتبقى بصع لهدف إن هي عايزة تخش منتخب عايزة تحقق عايزة تلعب يمكن الجيل دوت بيعدوه بقالهم أكتر من ثلاث سنين أو أربع سنين يمكن أنا كنت معهم يدوبك فترة صغيرة بس هم فعلا طلعين جيل ممتاز جدا جيل قوي جدا تمن لعيبة فعلا من عندنا من نادي أشاركه في البطولة ديت دول كان موليد كما كابتن موليد كما موليد كان موليد 2001 أو 2002 2001 أو 2002 الجيل دوت قوي جدا يعني بيفكرني صراحة بالجيل اللي أنا كنت بلعب فيه إحنا خدنا رابع عالم وهم خدوا رابع عالم حتى إحنا بنقض نهزر مع بعض يا كابتن إنت مش واحدك اللي رابع إحنا واخدين رابع بدي بقى جاو زريف جدا الناس عايزة تشتغل عندهم بطولة علامة سنينيدي برضو إن شاء الله ربنا يكرمهم كده ويحققوا فيها مركز أحسن من رابع إن شاء الله إحنا بنشتغل على كده دايما بحطوا لهم الهدف يا جماعة إحنا إحنا أنت خدتوا رابع حاولوا تحسنوا الرابع اشتغلوا عشان المنتخب ما تشتغلوش على النادي عشان النادي بس إحنا بنشتغل عشان المنتخب بنشتغل علشان اسم بلدنا إحنا عايزين نحقق بطولة أفريقيا وصول ما بطولة العالم فلت الهندبول حققت خدت كاس عالم إحنا مش أقل من الهندبول إحنا لازم نبص للناس دي هتشتغلت إزاي وعمت إيه ونحاول نشتغل زيهم عشان نعلى زيهم طب كابتن كان عندك تمال لعيبة من أصل 14 لعيب في البطولة تونس دي بطولة العالم اللي كانت في تونس السنة اللي فاتت 2019 فاكرهم التمال لعيبة مين؟ عبد الرحمن الحسيني مروان الصافي إياد زياد خالد عمر شريف إبراهيم رسلان أحمد الشام وكان فيه أدهم أشوف ما شاء الله يعني عايز أقولك أنه طبعا يعني دي أهم من البطولة نفسها أنت تعد لعب أو كادر وفيه أنا الصلاح كمان أنا الصلاح المعد الأساسي بتاع المنتخب طب يعني شوف يعني ابتهالي ده يعني ابتهالي دي هي الأساس في النادي الأهلي إنه يعدي اللعيبة عشان من انتخبات مصر النادي الأهلي جزء يعني لا يتجزأ من يعني زي ما يقوله المصنع النجوم في مصر طولة عمر النادي الأهلي بيشتري بكده النادي الأهلي مش بيشتغل علشان النادي الأهلي النادي الأهلي بيشتغل عشان منتخبات مصر لو شوفنا في أي لعبة في أي من العمار السنية هتلاقي إن القوام الأساسي من اللعيبة بتاعة المنتخبات من النادي الأهلي طلع من ناشئين النادي الآن صحيح النادي الأهلي هو اللي مسيطر على جميع الألعاب فاللعيبة بتاعته عارفة إحنا بنشتغل علشان النادي وعلشان المنتخب دايماً اللعيبة عندي الثمنتاشر أو العشرين اللعيبة عندي في القائمة عينيهم إن هم يروحوا لمنتخب عينيهم إن هم يبقوا لعبوا بس مجرد رياضة وخلاص لأ إحنا بنشتغل عشان المنتخب وده بنعكس طبعاً على نتاج المنتخدم خلين أتكلم مع حضرتك بقى في موضوع الأربع العيبة اللي طلعوا من عندك السنة اللي فاتت وكانوا طلعين الدرجة الأولى وكابتن طبعاً محمد مصيحي كان معايا هنا في الستوديو وشرفني طبعاً شرف الأبطال أتكلم عنهم وتكلم عن إعاراتهم أتكلمني عن ظروف إعاراتهم ومختلف الفرق اللي راحوها زي يعني أتكلمني عن القصة دي يا كابت نحن طلع من عندنا السنة اللي فاتت أربع العيبة مميزين جداً أمر أكرم ده طلع عارف نادي الجيش عشان طبعاً نادي الجيش نادي كبير جداً بينافس طبعاً على المراكز الأولى لعب معنا فينا الحمد لله بالزبط فوزنا الحمد لله أيضاً بالكأس وكان مزاع على قناة نادي العيب الحمد لله وطلع من عندنا يوسف مرجان ويوسف الصافي وعمر زكريا الثلاثة راحوا نادي بيتروجيت ويمكن يكونوا هما ثلاثة كويس أنهم راحوا نادي واحد عشان يلعبوا ويطلعوا مع بعض يبقوا مثلاً يبقوا عاملين جيل زي الجيل اللي إحنا كنا طلع إنتو كنتوا شايفين المصلحة أن يروحوا يلعبوا في حتة واحدة مع بعض عشان التلاثة يلعبوا مع بعض يعلوا بعض عشان لو لعيب مثلاً بيبقى صعب أن لعيب يطلع من النادي الأهلي يبقى لوحده هيحس بغربة شوية هيحس أنه هو اللعيب اللي حوالي في النادي دوت ممكن تقلله شوية إنما لما أنا طلع من نادي عارف أن أنا دايماً كذبان بطولاتي دايماً محقق دايماً عناي على البطولة فدايماً ده هيخليني حافظ أن أنا أطلع حتى الناس اللي حوالي طباً كابتن قبل ما بيطلع لعب في الكرة القدم عاربة بيبقى النادي الأهلي طرف في العقد يعني بيطلع مثلاً أنا مطلع نادي لعب مثلاً أي نادي إكس مثلاً بدون ذكر أسامي بيبقى النادي الأهلي طرف بحيس أنه بعد ما بتخلص أعارته بيرجع تاني على النادي الأهلي ده بيحصل في الطائرة ولا بتسيطر على موضوع الأعراض دي إزاي؟ لا طبعاً يعني أنت النادي عشان يطلع لعب أعارة لازم يكون عقد في عقد بينه وبين النادي وبعد جداية تعمل عقد بينه وبين النادي اللي هو رايح فيه أعارة علشان بعد ما يخلص عقد الأعارة يقوم راجع تاني للنادي لأنه هو أصلاً من يعني بتعتبر أموال النادي إنت ده اللعب ده استثمار بالضبط فأنت بتطلعه أعارة سنة ويرجع لك تاني يعني أنت بتمضي اللعب الأول مع النادي الأهلي مثلاً نقول وديفر مثلاً أربع سنين بتطلعه سنة ممكن تطلعه سنتين تطلعه ثلاث سنين ولواحل التحاد بتسمح بكده؟ أه طبعاً لازم يرجع لتاني النادي أدم تطلع أعارة لازم يرجع لتاني وساعتها أنا إما هتدخله تاني عندي في القيمة بتاعتي إما طلعه مرة تاني عارة إذا كان العقد بتاعه يسمح لو العقد بتاعه ما يسمحش أنه مثلاً آخر سنة ليه في العقد عندي أنا ساعتها إما خليه يمضي تاني معايا وطلعه عارة تاني إما أقوله انت فريبا خلاص انت فريبا يروح معا طب إحنا السنة دي طلع لنا مجموعة من لعبين كويسين زال الأربعة دولة كابتن بردو آه طبعاً إحنا طلع لنا مجموعة ببيرة جداً يعني طلع لنا يمكن يكون من التمانية التسعة لأنا قلت عليهم دول طلع منهم خمسة للدرجة الأولى طلع الحسيني ما شاء الله عليه يعني يوسف الحسيني يوسف الحسيني أنا شايفه أمل مصر السنين اللي جاية عشر سنين اللي جايين مرون الصافي برضو آه أنا الصلاح آه عمر شريف آه زياد خالد آه وفيه طبعاً آه آه أدهم أشرف وأحمد الشام تابعاً لعبين طلعين للدرجة الأولى طب كابتن دا بيعملوكم مشكلة على فكرة آه طبعاً آه أنا متكلف بأمانة يعني ما يبلكم مشكلة إزاي أنت عندك ما شاء الله تخمة من اللاعبين الجايدين وخلينا أقول باليعني بالفم المليان زي ما بيقولوا النادي الأهلي بيتحكم يعني في الطائرة بفعلاً آه حقيقي تحقيق في الطائرة لأنه أنت لما تطلع على السنة فترة بقى عارة هيروح يشيروا أندية محترمة على الرسطة طبعاً من فوق آه ومن سنة تمانية يعني أنت لوقتي عندك مشكلة ومن سنة اللي بعدها برضو يعني هقول لحالك أنت بتشوف البروميسينجبيل اللي أنت شايفه تمام ويقدر يرجع لي تاني بتحط عينك عليه وبتنشن عليه وبتقول هتطلع أعار يعني أصدأ أقول لك إن إحنا مفيش قلق لا إحنا لا الحمد لله إحنا إحنا متطمرين جداً ويعني القطاع عندنا القطاع النشئين دايماً ولاد يعني إحنا في على مدار القطاع السنة دي إحنا رئيس القطاع عندنا دكتور وجيح حمدي يعني عامل معنا شغل كبير جداً متابعنا في كل التمرينات بيحضر كل الماتشاط هو كابتن أحمد زكريا وكابتن ثاني توصن طبعاً في السيدات وورانا دايماً وصبورتلين في أي حاجة أي حاجة بنطلبها من النادي إذا كان فأي شيء بنطلب ومحتاجينه دكتور وجيح وكابتن أحمد زكريا وكابتن ثاني موفرينه من الألف لليع موجودين معنا في كل التمرينات موجودين معنا في كل الماتشاط بيدعمونا بتعمل واي في التمرين عندكم مشاطة ايه هتلعبوا مين مين اللي برا مين اللي جوة وكابتنا احمد ذاكريا طبعا ما شاء الله عليه طب خلينا هتكلم معك في خريطة الطائرة على المستوى الفري الاول يعني يمكن الناس من السنة اللي فاتت اخر مباريات حصل توقف وبعد كده بدأ المسم الجيد هنشوف بقى التنقلات ونندرسها مع بعض ونشوف الخريطة بس هنطلع لفاصل عزيزيز المشاهدين هنطلع لفاصل سيئيز ونرجع لنكمل حوارنا مع كابتن حسام شعراوي احد نجوم النادي اهلي في كرة طائرة اهلا بحضراتكم من جديد بنكمل حوارنا مع كابتن حسام شعراوي احد نجوم كرة طائرة في النادي الاهلي لاعبا ومدريا كابتن مشون فاتكون معايا انه نتكلم على الفريق الاول يمكن جمهور النادي الاهلي بيتابع كل القطعات ولكن الفريق الاول هو طبعا اهم الشيء عند الجمهور طوما مننا على خريطة الدوري نظام الدوري يماشي إزاي؟ من المنتظر يتأهل؟ كلمنا على القصة كلها هو الدوري المصري يتقسم مجموعات أربع مجموعات يأخذوا من كل مجموعة تلت فرق هنتكون في الآخر 12 فريق الـ 12 دول على حسب الاتحاد هتشوف الرؤية بتاعته يلعب دوري من رايح كاي أو دوري من دور واحد يمكن يكون الفرق اللي في الدوري دايما هم الـ 12 اللي ما بيتغيروش يعني يعني نقول مع بعض كده ممكن نقول الأهلي زمالي الجيش سموحة، اتحاد، سبورتينج، هليوبلس السنة دي برضو عامل فرق كويسة هاية كنات السويس ممكن الشمس تخدش الطيران طبعا يعني دول حوالي عشر لعيبة عشر فرق اللي هم اللي دايما لكل مورق اللي كل السنة داخلين في الـ 12 يعني هو تقريبا الدوري الفريق الكبير بشكل عام هيبقى تقريبا هم الفرق دي بس الغريبة كابتن أن الاتحاد عامل فرق جمده طبعا يعني نادي الاتحاد بقاله سنتين ماشي خامس دوري، سادس دوري، خامس دوري، خامس دوري سنادي فيه لعيب من الجيل بتاعي محمد السيد موجود معهم طبعا أنا كلمت المدرب بتاعه مدير فني كابتن أحمد سمير بيقول لي ان هو يمكن من أهم الأدوار اللي بيقوم بيها محمد السيد ان هو بيخلي الناس اللي حواليه لعيبة تانية تلعب وده ده كابتن اللي قطعت من نهاء الكاس اللي طبعا زعناه السنادي الكاس اللي فات طبعا تعسلوسي من اللي فات على قناة النادي الأهلي واللي شاهد طبعا حضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والقادر الفريق بشكل قوي جدا والحقيقة قدينا أكثر من رائد كابتن حمد مصالح حميد طب كابتن قولي يعني احنا طبعا المنافسة بتبقى غالبا ما بين نادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي طلاق الجيش يعني نادي زمالك أيضا عمل صفقات جديدة نادي طلاق الجيش برضو عمل صفقات جديدة نادي بيتروجيت نادي بيتروجيت كلمني على 3-4 منافسين عمتدي بالزمالك كده الأخبار جاب صفقات فيه محترف الدنيا نادي الزمالك جاب 2 محترفين يمكن أنا على علاقة كبيرة برضو بكابتن لقاني المدير الفني هناك بشوفه تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوع مرتين تلاتة فرقة الزمالك فرقة محترمة ورحلوهم طبعا محمد عبد المنعمل عندنا من النادي اتنقل من الأهل الزمالك فيمكن يكون أفضل من السنة اللي فادت أفضل من السنة اللي فادت كتير كمان هم واخدين رشاد شبل كان كابتن فريقنا دي الجيش فهم عملين تدعمات كبيرة جدا جدا في الفرقة السنة دي هم طبعا أنهم على الدوري بقى هم أكتر من سنتين تلاتة ما بيكسبوش حاجة فيمكن يكون المجلس قبل كده اللي حصل له مشاكل يعني أنه هو دعم الفرقة بشكل كبير جدا عشان يحيز يهاجع حاجة السنة دي طبب ده نادي الزمالك نروح مساء على نادي بيتروجيت أنا سمعت أنه جابوا اتنين أجانب آه نادي بيتروجيت جايب اتنين أجانب جايب سنتر بلوك كان موجود في نادي الجيش كان معي كان لما كنت شغال في نادي الجيش مدرب اسمه إيجزو ما شاء الله يعني فاكره آه فاكره طبعا أنا فاكره طويل كده طويل جدا وقوي جدا طويل قوي آه ويجايبين برضو لعيب تاني من الخليج مش فاكر بالزبط من أنه دولة من الخليج غير طبعا الثلاث لعباء اللي من عندنا إذا كان مرجان أو صافي أو عمر زكري فعملين فرقة حلوة جدا برضو السنة طب وفريق طلاق الجيش طلاق الجيش طبعا واخد عمر أكرم من الأهلي آه جاب أجانب جاب أجانب أجاب أجانب دي لسه أنا مش عارف بالزبط يعني معنيش المعلامة بالزبط بس هو فقط حاجة مهمة جدا أشرف أبو الحسن لإيه اللي حصل أشرف أبو الحسن مشي من نادي الجيش راح نتسموح فيعني أشرف على قد سنه الكبير بس أشرف زي زي يقوله الزمالكوية الحاوي يعني بيعرف في ماشي الملعب كويس خبرة كبيرة جدا في الطائرة وطعبنا جامد في المطش ده وطعبنا جامد فعلي فدي يعني ممكن تكون من الحاجات اللي بتخلي كابتن كابتن إبراهيم معهم طبعا يمكن تكون دي هي النقطة اللي بتخلي نادي الجيش يبقى مميز معهم كابتن إبراهيم فخر الدين مفيش كلام من إيه قدر يتقل على كابتن إبراهيم فخر الدين مدارب كبير جدا بيشتغل بعلمي بيجيب أجهزة جديدة كل حاجة يا كابتن إبراهيم عنده كل الجديد يعني تتفرج على كابتن إبراهيم أو تشتغل مع كابتن إبراهيم عنده كل الجديد في الكرة الطائرة العلم والأجهزة والخبرة يعني الواحد بيحاول يتعلم منه وبيشوفه بيعمل ايه يعني برأي حضرتك أن المصر برضو الدوري السنة دي هيكون أهل زمالك أهل زمالك ممكن ندخل معهم بترجيت بترجيت أه وممكن ندخل معهم صوحة شوية عشان طبعا خدوا أشرف وجايبين برضو اتنين محترفين جابوا اتنين أجانب جايبين اتنين أجانب غريبة دي أنا هو يعني هم مش دائما أبدا بيجبوه أجانب جايبوا أجانب جايبين اتنين أجانب طب برضو قولي يا كابتن يعني الخريطة دي يعني بشكل مبدئيا كده يعني شايفين الدنيا كده بشكل كبير طيب الدوري هيبان إمتى إذا كان هنالعب رايح جاي ولا مش رايح جاي ولا ليها علاقة بالأحداث اللي حصلة في كورونا والمساحات والكلام ده هو كل حاجة ليها علاقة بالكورونا بس هو لغاية دلوقتي إن إحنا ماشيين خطوة بخطوة إن الدوري يخلص الأول الدور الأولاني وبعد كده يبدأ الاتحاد يشوف هيكرر إيه لإن خصوصاً نحن دلوقتي لجنة مؤقتة اللجنة المؤقتة دي كان مفرحة ما ما فيش انتخابات تجابتن خلاص ما هو تعرف كان الانتخابات يوم 11 دي سامن كانت بالزبط المفروض تلاغت الجماعات الأممية بقرار الدولة المصرية اللي لاغت كل جماعات الأممية أو أرجائتها لمدة 6 شهور فإذا دخلنا كده في الدورة الأممية خلاص في سنة بالزبط فإحنا برضو لسه هنستنى لغاية لما يخلص الدور الأولاني وبعد كده نشوف إذا كان هيحصل أي حاجة تانية بخرجة عن إيدينا وإراضيتنا إن إحنا الدورة هيكمل ولا وساعتها الاتحاد هيحط الشكل النهائي للدورة هيمشي إزاي طب المنتخبات يا كابتن المنتخبات كان كابتن سامن حمدي معايا هنا طبعا مشرفني في الستوديو كان بيكلم إن فيه فرقتين بيتعدوا كمنتخبات ولكن الاتحاد أفريكي مأكدش عندك فكرة عن المعلومة دي؟ هو المفروض كان فيه منتخب الشباب اللي هو الفرقة اللعبة اللي عندي هتلعب آخر شهر ديسمبر بالزبط اتأجلت البطولة بتاعتهم لغاية شهر اتنين لسه برضو مش عارفين هتتلاعب في أول اتنين أو آخر اتنين لأن البطولة المفروضة هتقوم هنا في مصر صحيح فالغاية دلوقتي إحنا برضو لسه ما عندناش معلومة إزا كان هتتلاعب أو مش هتتلاعب طب وكان فيه فريق سيدات برضو بتهيلي أو ناشئات بلعب وكان فيه برضو منتخب الشبات كان عنده بطولة اتمرنوا وتجمعوا شوية وبعد كده البطولة بتاعتهم كانت تقريبا في تونس لغوها برضو أو أجلوها فترة بسبب موضوع كورونا كرسل موضوع كورونا طبعا يعني موقفع حال الدنيا كلها يعني موضوع بأمانة بقى مزعج جدا جدا وانت زي ما انت شايف يعني منتخب الشباب بتاع الكرة القدم راح يعني محدش كان يتخيط 18 العيب وفي كده جبا يعني وفي كده يعني حاجة صعبة ومقدرش أبدا حد يتوقع يعني مقدرش يتوقع حد إن فيه العيبة تصبز بالشكل ده طيب هنتكلم عن فريق الطائرة سيدات كناشئات كابتن تهاني توصل تولت المسئولية كابتن تهاني اسم كبير جدا جدا وشغالة يعني بشكل جاية طب مننا على القطاع ده أخبره يا كابتن حسان يعني إحنا عندنا في قطاع السيدات طبعا على رأس القطاع دكتور وجيه حمدي والمشرف على القطاع السيدات كابتن تهاني برضو يعني أيمين بدور كبير جدا صحيح كل المطشاط برضو موجودين يعني دكتور وجيه مش عارف إزاي ما شاء الله جاي بوقت المطشاط الشباب ومطشاط البنات يعني هو بيحضر كل المطشاط من أول فرق الخمانستاشر سنة والتراتشار سنة دكتور وجيه موجود في كل المطشاط في أي ملعب في مطش الدكتور وجيه موجود وقف مع المدرب وكذلك برضو كابتن تهاني كل المطشاط يعني أنا بشوف كابتن تهاني وكابتن عمد زكريا ما بيخرجوش بر الصلاة بتاعت الشهداء في النادي صحيح موجودين 24 ساعة روح في أي وقت هتلاقيهم قاعدين مع المدربين اللي شغالة عشان كده يا كابتن إحنا يعني ملوك الطائرة في مصر صحيح الحمد لله طبعا كل ما على مسمى على مسمى فعلا بالضبط الحمد لله في كل شيء الحمد لله في كل المراحل ماشيين كويس جدا أول تاني بعض الفرق مثلا ممكن تكون خسرنا مطشو ولا حاجة بس الدوري لسه موجود في الملعب لكل الفرق طمنتنا يا كابتن طمنتنا بأمانة ويعني مش عايزة أقول لك يعني كرة الطائرة دي لها معزة كبيرة وخلينا أقول لك أن فين جوم نجوم كرة قدم يعني كابتن عدل القيعي يعني لجميناك كبير وأستاذناك كبير طبعا سافر رئيس بعثة بعثة الكرة الطائرة سنين طويلة حضرته كابتن رئيس بعثة في حاجة بحضرته لأنا عايز أقول لك أنه هو من أكتر الناس اللي بتحب كرة الطائرة ومهتم بيها جدا ويمكن دخل في صفقات كرة الطائرة وخلص نفس الكلام مع الكابتن سامح حمدي أخو كابتن حسن حمدي أهو كابتن سامح كان رئيس الجهاز وأنا موجود في الأعلي أي أقول لحضرتك يعني يعني كرة طائرة يمكن إحنا كألعاب جماعية تانية بنحسدكم ما شاء الله يعني نجوم كبار في كرة القدم ومعلمين كبار يعني متابعينه وبشكل كبير طب كابتن يعني إحنا وصلنا لآخر حلقتنا بس عايز منك كلمة يعني عايز منك أمنياتك تتمنى إيه يعني في حياتك اللي جاية المهنية سواء كمدرب أو الحياة الشخصية أنا بس يمكن أول أمنية دلوقتي جاية في بالي فيه مطش دلوقتي نهائي بطولة القاهرة المنطقة بين الأهل ووادي ديجل عندنا في الصالة في الملعب بتاعنا أتمنى طبعا يكون كابتن نجلاء وكابتن تهيني ودكتور وجيه يعني الحمد لله وربنا كريمنا وكسبلين إن شاء الله عن نعرف بعد كده عن نعرف دلوقتي طبعا على المستوى الشخصي أتمنى أن أنا ألاقي نفسي مسك منتخب مصر الأول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تقدر أدى ودود إن شاء الله أعمل طفرة في الفولي يعني يكون فيه بصمة يكون اسمي مثلا مش عايز أقول بقى زي كابتن مثلا كابتن إبراهيم أو كابتن فؤاد أو كابتن شريف أقلي منهم شوية كابتن هتقدر إن شاء الله وزي ما قدرت كلاعب هتقدر كمدرب وبشكرك شكرا جزيلا كابتن حسام شعراوي طبعا أحد نجوم اللعبة لاعب ومدرب نورتين وشارتين في قاتل أهل يا كابتن شكرا جدا عزيزي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة وده كان بطلنا انتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة وبطل جديد بس انتظروا أيضا بعد البرنامج بتاعي البيت الكبيرة كابتن هاني رمزي وسهام صالح انتظروهم عندهم جديد وعندهم أمور كتيرة يعني جديدة مع جمهور نادي الأهلي هنطلع للفاصل طبعا ونستقبلهم بشكو حداتكم شكرا جزيلا واستقبلوا إن شاء الله أو انتظروا حلقتنا القادمة بإذن الله من الأبطال شكرا جزيلا